أكد وزير الخارجية سامح شكري على دور المهم المنشود من الأطراف الدولية المؤثرة مثل الاتحاد الأوروبي في دعم التحركات الراهنة لوقف الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة ووقف نزيف دماء الفلسطينيين وخلال لقائه الممثل على الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية جوزيب بريل نقاش شكري مختلف الأبعاد الإنسانية والأمنية والسياسية للأزمة في قطاع غزة وصوب الاحتواء تداعيتها ودعم المصاري السياسي لتنفيذ حل الدولتين واقرى الطرفان على ضرورة التوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة ووقف العمليات العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية فضلا عن ضمان نفاذ المساعدات الإنسانية والمواد الإغاثية بشكل كامل وآمن إلى القطاع لتلبية الاحتياجات الملحة لأبناء الشعب الفلسطيني في غزة